اتفق محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمر جبر خليل والنائب خالد الدراجي على توحيد جهودهما لخدمة أهل المحافظة واقتلاع جذور الفسادة وجاء ذلك خلال زيارة المحافظ للدراجي وتبدل التهاني بمناسبة الفوز بعضوية البرلمانة كما وشدد على توحيد العمل بروح الفريق الواحد بما يحقق المصلحة الوطنية وتطوير محافظة صلاح الدين وأكد الجانبان أن تطابق الرؤى والانطلاق بعمل المشترك يعكس حرصهما على تأدية الأمانة أمام الأهالي في عموم مناطق المحافظة